بسم الله الرحمن الرحيم سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي اليوم من فخامة الرئيس لنجني أحد ثمار خطة التنمية الاقتصادية للجمهورية الجديدة وهنا اسمح لي سيدة الرئيس أن نتكلم هل هي خطة التنمية الاقتصادية أم خطة التنمية العمرانية وده هيقودنا لمفهوم العمران العمران في مفهوم الدولة المصرية زي ما احنا حطينه فيه توجهاتنا لحضرتك أرستها هو وعاء التنمية فما فيش تنمية بتتم دون هذا الوعاء طيب لما كان العمران هو وعاء التنمية خلينا نسترجع وعاء التنمية في إقليم الدلتا اللي احنا متشرفين ان احنا وقفين على أرضه دلوقتي إقليم الدلتا مكون من خمس محافظات دميات الدأهلية الغربية كفر الشيخ المنوفية حجم السكان اللي فيه عشرين وستة من عشرة مليون نسمة ومساحته واحد واثنين من عشرة فقط في المية من مساحة الجمهورية لما نيجي نبص على مقارنة إقليم الدلتا بأقاليم مصر الأخرى هنلاقي ان هو تاني أكبر إقليم من حيث حجم السكان في واحد وعشرين مليون نسمة بيجي بعد إقليم القاهرة الكبرى اللي هو فيه حوالي خمسة وعشرين مليون نسمة إلا إنه عنده أقل فرص لاستيعاب العمران للسكان والأنشطة الوعاء التنمية اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي النهاردة لما نبصله هنلاقي إن هو ممتلئ على آخره سواء بالأنشطة الاقتصادية الأساسية لأن ده الإقليم بيعتمد على النشاط الزراعي والصيد وهي الأنشطة الأساسية وهو في الأساس إقليم ريفي كسفات سكانية مرتفعة أكتر من ربعمائة شخص على الفدان وخاصة في عواصم المحافظات محدودية في المناطق المتاحة لتوفير الخدمات والأنشطة الاقتصادية والمناطق الخضراء عشان نحسن من جودة الحياة طب ما لحنا هننموز زي في هذا الإقليم اقتصاديا التنمية اللي احنا بنقصدها هنا هو المواطن الزي أرفع من جودة حياة المواطن اقتصاديا في ظل التكدس السكاني وانعدام فرص الامتداد طيب لما نبص كمان في الظاهرة الأخرى اللي في المحتوى العمراني اللي احنا فيه في الدلتا هو عدم الاتزان في توزيع السكان بين الحضر والريف نسبة الحضر على مستوى الجمهورية 45% على مستوى إقليم الدلتا 28% فقط نسبة الحضر الحضر على مستوى العالم بيمثل 55% من سكان العالم وبيعزى إليه من 70% ل75% من الناتج المحلي الإجمالي اللي بيطلع على مستوى العالم بيطلع من الحضر وبالتالي لما نبص على الأرقام اللي قدامنا هنعرف أن ده اقتصاديات ضعيفة اقتصاديات ضعيفة تنعكس على نوعية الفرص عمل قليلة بطالة حتى مستويات الخدمات والتعليم والفرص للنمو محدودة جدا 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 ده اللي بيدينا مؤشراتنا عشان التنمية احنا لازم ندرس المحتوى اللي احنا بنتكلم عليه عشان نشوف القرارات ونوجهها ازاي طيب حتى لما نبص على عدد سكان الريف هنلاقي ان ظاهرة فيه هنا ظاهرة في الدلتا عدد المدن كان 1970 40 مدينة احنا في 22 60 مدينة طيب العشرين مدينة اللي زادوا دول دول مش مجتمعات عمرانية جديدة ولا حاجة دي قرى كانت قرى حجمها السكاني كبر لان برضو هذا الاقليم واحد من اكبر الاقليم في معدلات الزيادة السكانية وهو ده اللي مخليه ما عندوش فرص داخلية للتنمية عشرين مدينة قرية اتحولوا بقرارات ادارية لكبر عدد سكانهم ولبعض الاعتبارات الادارية الاخرى اتحولوا الى مدن انما هم في طبيعة الحال يمتازوا بالطابع الريفي لازالوا ومعظم سكانهم بيشتغلوا في شغل في اعمال مرتبطة بالنشاط الزراعي والانشطة الاخرى الرئيسية سواء كان الصيد او بعض الانشطة الاخرى وبالتالي التمانية وعشرين في المية نسبة الحضر ده ماهوش حضر حقيقي ده حضر متريف الظاهرة التالتة اللي قدت لتراكم الظاهرتين دول ان عمران الحضر بقى التسق بعمران الريف وبقى فيه قرى ملتحمة تماما مع مدن بقت هوامش العمران الحضري عبارة عن مباني عشوائية تشبه الابراج السكنية ولكنها كلها فضية وعمران الريف دخل عليها والتسقوا ببعض طيب من دراستنا الكمية للمحتوى وعاء التنمية ده هل الحل ممكن يبقى في توسعة الاحوزة العمرانية عشان استوعب جزء من الزيادة السكانية وتوفير الخدمات والانشطة لان ده سؤال مطروح ومطلب بيلح علينا وبيظهر كل شوية في من آن لآخر طيب خلينا نقول ان احنا في 2010 ابتدينا نعمل مخططات عمرانية لمعظم مدن الدلتا من الفترة 2010 و2012 ودول ست نمازج من المدن منهم اتنين عواصب محافظات طنطة والمنصورة واربع مدن اخرى ضفنا لهم في الاحوزة العمرانية في المخططات الجديدة مساحات مضافة للحيز العمراني مخصصة للبناء من 25% ل39% وده مساحات كبيرة جدا جدا طيب خلال الفترة الاثناشر سنة اللي فاتت كم في المية تبنى من هذه المساحات وكم في المية لازال غير مبني في طنطة 42% من المساحة دي لازالت غير منامية في المنصورة 69% غير منامية في طلخة 38% في زفتة 39% وهكذا في بلطين 66% ما تبناش من المساحات الحيز طيب ما احنا وسعنا الحيز وما تبناش طيب تبنى بقى كام في هذه الفترة خارج الحيز في طنطة اتبنى 18% ما يساوي 18% من المساحة المضافة برا الحيز في المنصورة 20% من المساحة المضافة اتبنت برا الحيز وهكذا 40% في طلخة في المدن ذات الطابع الريفي الاكتر هنلاقي المساحة بتزيد المحصلة هنا ان الحل ليس في توسعة الاحوزة العمرانية وهضر الاراضي الزراعية اللي بيحصل ان هناك تفضيل للبناء على الارض المملوكة لانه بيدخل قيمة الارض في معادلة انتاج الوحدة السكنية بصفر لانه ارض ورسل انما هو مش هيروح يشتري فدان او اراط كان عنده زيه 58000 جنيه دخل حيز بقرار اداري بقى ب600-700000 جنيه هو مش هيروح يدفع فيه 700000 جنيه هو بروح يبني على بتاعه اللي برا وبالتالي كنا نوسع الاحوزة عشان نلبي الطلب ده معناها ان احنا هنهدر الارض الزراعية كلها لان كل واحد يجبنا على ارضه وإلا كانت الارض الفاضية النسب الفاضية دي ال69% اللي فاضيين في المسؤول كانوا تشغلوا في ال12 سنة اللي فاتت ليس هناك طلب حقيقي مقروم بالقدرة الاقتصادية وليس هناك انشطة اقتصادية تسمح بزيادة هذا الطلب وادفع عشان اشتري قطعة ارض عشان ابني عليها لان انا مش لاقي شغل احنا معدل نصيب الفرد من الاراضي الزراعية اللي هو النشاط الاساسي في اقليم الدلتة اراض ونص احنا متخيلين ما هو المنتج اللي ممكن يكفي انسان يعني الاسرة الوحدة مش هيكون عندها اكتر من خمسة اراض او ستة اراض ستة اراض في السنة هيطلعوا ايه بقى لما نقسم المنتج اللي بيطلع من هذه الرقعة الزراعية سواء للفرد او للمجتمع على عدد السكان بتنتج فكر يبقى لازم يكون هناك تدخل اخر غير توسعة الاحوازة العمرانية اللي هي بتتم على حساب النشاط الرئيسي في هذا الاقليم دي مثلا مدينة المنصورة كانت 4,450 فدان في 2010 بتتسبب 470,000 نسمة ادف لها 1,550 فدان 35% من مساحة الكتلة الملونة باللون الأصفر واللون الأحمر السلوات ده هو المحدد باللون الأحمر ده الحيز العمراني المخصص للبناء طيب بقت الكتلة 6,000 فدان وتستوعب 640,000 نسمة اللي تبنى هي المساحات المهشرة من الأصفر دي 31% وال69% من 12 عام ما تمش البناء عليه وده المساحات اللي تم بنائها خارج الأحوزة العمرانية في خلال الـ 12 سنة المنقضي وكل المدن بتاعة الدلتا معمولها هذه الدراسة وعلى المستوى الإجمالي عندنا من 22% لـ 30% من العمران المضاف في آخر 15 سنة خارج الأحوزة العمرانية وهناك مساحات داخل الأحوزة العمرانية مش الحالية كمان الأحوزة العمرانية بتاعت 85% لازالت أراضي فضاء لم يتم استغلالها طيب ده من ناحية دراسة المحتوى من الناحية الكمية طب نشوف المحتوى المحتوى التنمية ده من الناحية الكيفية هل عمران الحضري في الدلتا بدأ مشوها زي ما احنا شايفينه كده أم أصباه الخلل وإيه سبب ده عشان نقدر نتحرك ده عمران حضر الدلتا في بداية القرن العشرين في الاربعينات والخمسينات والستينات بداية الستينات اللي على اليمين فوق شربين تحتها طنطة والاتنين اللي على الشمال دول المنصورة ده عمران يهتم بالمقياس الإنساني يهتم بالفرد يهتم بالمناطق الخضراء والمفتوح يهتم ويعكس استقافة المجتمع بيأكد على الالتزام بالقواعد والنظم التخطيطية والبنائية لما ندرسه في حقيقته هنلاقيه بيحقق كل ما جاءت به مؤشرات تحقيق البند السابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الحق في السكن الملائم السبع عناصر لما إسناهم على هذا العمران اللي ابتدى في الفترة دي بيحققهم بالكامل طب لما تطور بقى هذا العمران إيه اللي حصل قديما وحديثا حتى لما حفظنا على الشكل القديم على الشكل بس حصل تشوف البيئة العمرانية نتيجة تجاوز الحدود القصوى لكثافة السكان والأنشطة نرجع تاني لأن الزيادة السكانية وكثافة الاستخدامات والأنشطة اللي تدخلت قدت لتشوه البيئة العمرانية بالشكل ده نتيجة أن طغى الانتفاع على المستوى الفرد على الخسارة اللي بيحسرها على المستوى الجامعي ونتج الشكل ده ده لما حفظنا طب لما غيرنا انتقلنا من عمران بيهتم بالمقياس الإنساني إلى أن التركيز أصبح على القيم المادية وحدها وحصل التفات كامل عن أي قواعد ونظم للبناء وضوابط للبيئة العمرانية المناسبة لحياة الإنسان تقافة الزحام ابتدت تظهر وعمران بلا هوية الموضوع بيبان في أقصى حالاته بقى لما بيتظهر الاستغلال الجائر وغير الرشيد للأراضي وفقدان مفهوم السكن لا يمكن ده الشارع اللي في النصر ده شارع البنك في المنصورة لا يمكن ده يكون مسكن جاء السكن على فكرة من كلمة سكون هدوء هنا ده تجاوز لكل القيم الإنسانية للعمران وتشويه بصري سعيا وراء القيم المادية على المستوى الفرد المجتمع بيخسر الشارع بقى باركينج الأنشطة السكن مع العيادات مع المصانع مع الورش كله مع بعضه فيش أي قواعد ولا نظم بيتم الرجوع إليه وسعيا وراء المظهر الزائف ده تم إهدار كثير من الأراضي الزراعية سعيا وراء القيم الزائفة أنه متخيل أنه ببناء هذا المبنى هيجني كل العوائد الاقتصادية اللي ممكن كانت جات من هذا المكان وفي الآخر ينتج مبنى لأن هذا ليس مسكن مبنى مهجور غير مكتمل ويفضل سنين كتير موجود على حاله ده ما بيحققش الحق في السكن لأنه ليس له تأمين للحيازة لأنه مبنى مخالف ما عندوش مرافق فلما نحط السبع عناصر ما بيتحققوش هنا كانوا بيتحققوا في القديم أو أن نحن بنروح للمظهر الآخر وهو النمو العشوائي بالطابع الريفي على الأراضي الزراعية بهوامش العمران الحضر ويبقى عندنا عمران حضري مشوه محاط بمجموعة من المباني بيعمل أهلها في وظائف هامشية مش هم فرقابتنا ولازم يكون لينا تدخل كدولة عشان نوقف هذا النمط من النمو غير الموجه فكان هنا بقى لابد من التدخل لمراجعة وتقييم الأوضاع واتخاذ قرارات وإجراءات تصحيح مصار الوعاء ده لما درسناه كيفيا وكميا اكتشفنا أنه لازم أضف له مساحات أكبر عشان يستوعب الأنشطة تاني أنا بتكلم على الخطة الاقتصادية أنا مش عايزة أوجد للناس مكان يسكنوا أنا عايزة أجد لهم نشاط اقتصادي يعملوا فيه عشان هو ده الحل لأن الإنسان تاني بيسكن فين ما بيعمل ما بيعملش فين ما بيسكن عشان كده في القرى هتلاقي كتير بيوت بتاعة ناس بنتها ويتشتعب في حتة تانية بيروحها في الأجازة بيروحها في الصيف ده لو راح وهي دايما فاضية إجراءات تصحيح المصار كانت من خلال مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة تطوير ورفع كفاءة العمراء بالأخص عواصم محافظات وده المشروع اللي بتعمل الدولة عليه عاكفة لعملية الإحلال والتدريج وخليني هنا هضرب مثل مش في الدلتة ولكن هضرب لكم المثل ده في أحد المشروعات تطوير ورفع كفاءة العمراء عشان المثل واضح جدا في القاهرة في منطقة المدابغ اللي كان فيها النشاط الملوس للبيئة وكانت بيئة غير آمنة لما دلوقتي عملنا رفع كفاءة للعمران اللي موجود وغيرنا كل المشغلين السياحيين اللي موجودين في مصر من اللي بيشغلوا الفناظر القبرى بيتقدموا لنا دلوقتي عشان إحنا عندنا فندقين عاملينهم في المكان ده لما طورناه ورفعنا كفاءته عايزين يتواجدوا في المكان ده بيقول ازاي ان رفع كفاءة العمران بيعود بالمفع الاقتصادي لما تيجي المؤسسات بتاعت التشغيل الفندق دي تتنافس عشان تتواجد في المكان هو لا يمكن كانت تتواجد في المكان ده قبل كده ده شغل على المحتوى أو الوعاء بتاعنا بحاله فده أحد توجهات الدولة اللي بتصحح بالمصار خلخلة الكسافات السكانية بمدن الدلتا عن طريق إنشاء مدن جديدة وهو ده الحل التاني اللي احنا موجودين على أرضه النهاردة تحقيق اتزان النسخ العمراني بالدلتا عشان أزود معدلات التحضر وأربط الزيادة السكانية بأنشطة توجد قواعد اقتصادية تساعد المواطن على رفع مستوى الاقتصادي وسد العجز في الأنشطة الاقتصادية والخدمية عن طريق توفيرها في مناطق التنمية العمرانية الجديدة لقرى ومدن الدلتا وده هنشوفه حتى الواحد وثلاثين في المية فخامة الرئيس اللي تم الامتداد عليهم في الحيز العمراني لمدينة المنصورة كلهم مباني سكنية لأن الأراضي بالطبيعة هي أراضي ملكيات خاصة وبالتالي ما فيش أي عنشطة اقتصادية ولا عنشطة خدمية الواحد وثلاثين في المية بالكامل هي عبارة عن وحدات سكنية وده ما بيحقلناش الهدف من توسعة الأحوزة العمرانية لأنني ما بوسعش الحيز عشان أستوعب سكان توسعة الأحوزة العمرانية في المقام الأول هو قرار اقتصادي هل هناك طلب على أنشطة اقتصادية يستدعي زيادة عدد السكان اللي عايشين هنا ولا لا الحل على المستوى الأكبر الدولة ابتدت بعمل مدينتين جداد داخل الإقليم مدينة السادات ومدينة دميات الجديدة ولكن المدينتين ما حلوش المشكلة بالكامل نحن لما نيجي نبص لعدد السكان اللي موجودين في السادات ونشوف هم جايين منين تسعين في المائة من سكان مدينة السادات جايين من المنوفية يبقى الحل أتى ثماره وجمر طبطوا بأنشطة في المدينة معظمها أنشطة صناعية يبقى احنا زودنا معدلات التحضر قال لنا الكسافات السكانية وفرنا فرص عمل أكبر في بداية الانتقال كانت الناس بتعمل رحلات يومية من وإلى المدينة الجديدة لأن ما كانش هناك وحدات سكانية أفوردبل أو مناسبة لقدراتهم الاقتصادية مشروع الإسكان الاجتماعي غير من وجه الطلب على المدن الجديدة وهنشوف معدلات النمو إزاي بتدت تزيد الدولة في المقابل ده عملت قوس جنوبي من اتجاه الشرق للغرب ابتدت بورسعيد الجديدة الإسماعيلية الجديدة الصالحية الجديدة العشر من رمضان العبور سفينكس السادات النبارية النبارية الجديدة في اتجاه العالمين عشان يجذب سواء سكان الدلتا أو المحافظتين الأخرتين البحيرة والشرقية خارج هذا الوادي اللي بقى وعاقه مملوء بأكتر من حجمه وكمان على الشريط السحلي ابتدى يظهر المنصورة الجديدة ورشيد الجديدة وأبو إيري الجديدة ومشروعات تطوير غرب اسكندرية وبرج العرب وامتدادا للعالمين ورأس الحكمة يبقى خطة التنمية اللي احنا بنشير إليها دي دي خطة اقتصادية لزيادة المعمور وإتاحة فرص تنموية في هذه المناطق طب الدليل إيه إحنا قبل 2014 كان إجمالي مع اللي عندنا 22 مدينة إحنا شغالين من 2014 حتى الآن في 30 مدينة جديدة بخلاف 9 مدن تحت التخطيط معدل النمو السكان هذا ليس النمو الطبيعي هذا الناس اللي بتيجي تسكن في المدن الجديدة كان في السنة الزيادة السكانية اللي بتحصل في المدن الجديدة كلها كانت 160 ألف نسمة سنويا إحنا دلوقتي 500 ألف نسمة سنويا أكتر من الضعفين المساحات اللي أضيفت للعمران كانت قبل 14 بنضيف 18 ألف فدان سنويا إحنا دلوقتي بنضيف 166 ألف فدان سنويا وبالمقابل طبعا الإنفاق زاد من 2 مليار في السنة ليه 42 مليار في العام الواحد طب ده عمل لنا إيه فخامة الرئيس كانتكلم على أن مضاعفة المعمور ده ليها قيمة اقتصادية وبتضيف أسدس طبعا إحنا الإضافات دي في المدن الجديدة فقط كلفتنا 96 مليار هنقول 100 مليار عشان الرقم يبقى محفوظ 70% من هذا الإنفاق كان على الخدمات والطرق والمرافق لأن إحنا بنبني جمهورية جديدة مش على الإسكان لأن هم دول اللي بيجذبوا الاستثمار لما يبقى عندي مرافق بنية أساسية قوية المستثمرين هيجيوا يشتغلوا الاستثمار هيشتغل والناس دي هتدور على سكن أنا بوفر بعض منه وهو بيبني بعضه فعشان كده هنلاقي معدل الإنفاق على الإسكان 30% إنما 70% من ما تم إنفاقه بيتم إنفاقه على بناء المرافق والخدمات والبنية الأساسية بيننا في إخليم الدلتا 100 ألف وحدة سكنية بتكلفة 30 مليار ده بخلاف سكن كل المصريين والإسكان البديل للمناطق الخطرة والإسكان اللي بيقوم بالقطاع الخاص عملنا 748 مشروع مياة شرب وصرف صحي ده بخلاف مشروعات حياة كريمة 160 مشروع مياة و588 مشروع صرف صحي طبعا الفترة دي ارتفعت فيها خدمة الصرف الصحي من 97% لـ 98.7 بخلاف تحسين ورفع كفاءة الخدمة لأن برضو كفاءة الخدمة وحجم الانقطاعات والتسريب كان بشكل كبير جدا أطوال الشبكات زادت بـ 20% كمية المياة المنتجة زادت من 9 مليار متر مكعب في السنة لـ 12 و 2 من 10 مليار متر مكعب في السنة الصرف الصحي زاد 17% نسبته زادت 17% في السبع سنوات فقط يعني احنا من ساعة مرتدينا صرف صحي على مستوى الجمهوري لوصلنا 50% على المستوى الان 67% انا بتكلم على الجمهورية مش على الريف انا ما حبيتش اجيب الريف لان احنا في الدلتة لان فيها ريف كتير فاحنا قلنا هنخلص حياة كريمة وان شاء الله هنشوف نسبة الصرف الصحي وصلت فين احنا كنا 11% على مستوى الجمهورية صرف الصحي في 2014 احنا 42% دلوقتي بخلاف حياة كريمة بخلاف ما تم إنجازه في حياة كريمة عملنا 1500 كم طولي من الطرق ده بخلاف ما تقوم به وزارة النقل والهاي انا سينا بتكلم هنا مجهودات وزارة الاسكان سامحوني بتكلم في النقطة دي بس طيب لما قلنا بقى المدن الجديدة بتلعب الدور في قرارات التصحيح مدينة المنصورة الجديدة وضعنا لها رؤية أن هي مدينة مستدامة وعاصمة سياحية وخدامية لشمال الدلت فهي عاصمة للترفيه والأنشطة الترفيهية مركز جازب لسكان الإقليم مركز للخدمات الإقليمية والأنشطة الاقتصادية اللي الإقليم ده في أمس الحاجة لها طب ليه هي مدينة مستدامة لأنها بتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في أنها تحقق النمو الاقتصادي للمستدام ومنخفض الانبعاثات هنلاقي فيه فراغات كبيرة المباني مش محتاجة يبقى فيها بشكل دائم تكيفات وما إلى ذلك بتحسن كفاءة الطاقة بتشجع على التحول الرقمي وهي كمان مدينة عندها قدرة على التكيف مع المتغيرات المكانية المناخية وهنشرح ده إزاي إحنا في تخططنا للمدينة وفرنا ده هي كمان كانت واحدة من المدن المستدامة اللي شكلت رؤية مصر في إطلاق مبادرة المدن المستدامة العالمية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي لأمم المتحدة في مؤتمر الأطراف كوب 27 الأخيرة الجلوبل سستينبل سيتس يونيشتف اللي قد يطع مصر من خلال مجموعة المدن المستدامة اللي بتنفذها طب أهم عناصر استدامة مدينة المنصورة الجديدة هي مدينة للجميع بتحقق العدالة إحنا بقى بنحاول في خامة الرئيس نرجع تاني للشكل الحضاري اللي كان بيهتم بالمقياس الإنساني مدينة للجميع مدينة حية مدينة خضراء وصديقة لحركة المشاوة الدراجات مدينة خدمية مدينة دعمة للنقل الجماعي النقل الجماعي والنقل المستدام هو أساس الحضر مفيش تنمية حضرية دون نقل جماعي وشبكة طرق قوية مدينة دعمة لإعادة استخدام المياه مدينة زكية ومدينة تتكيف مع المتغيرات المناخية 90% من الوحدات اللي احنا عملناها احنا في المجمل ما تم إنتاجه في المرحلة الأولى 19500 وحدة 90% منهم في سكن مصر الاجتماعي والمتوسط و10% أو 11% فقط هو الإسكان المتميز ليه هي مدينة بتحقق العدالة الاجتماعية شواطئ مفتوحة لكل الأسر المصرية ساحات احتفالية للترفيه في كورنيش أهل مصر جاء أحد الحفلات اللي كانت معمولة في الصيف السنة في هذه المدينة مدينة حيوية بالأنشطة مدينة حية الناس تقدر تمارس فيها كثير من الأنشطة في المناطق الخارجية والمفتوحة مدينة خضراء على مستوى إجمالي مخطط المدينة 18800 فدان آسف مساحات خضراء بيمثلوا 25% من مساحة المدينة متوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء هيبقى 12.6% المستوى العالمي 12 متر نحن هنا من 12.6% من 10% مدينة خضراء لأن كل المحاور اللي فيها محاور خضراء ده الكورنيش اللي بالأحمر ده مصار للعجل اللي جنبه ده مصار للتريض واللي قدام ده ممشى ساحلي للترفيه كل المحاور اللي في المدينة محاور خضراء حديقة مركزية لكامل المدينة بطول 2.4 كيلو متر متطبق مبادئ الإسكان الأغدر سواء كان في الإسكان المتميز أو الإسكان المتوسط أو الإسكان الاجتماعي مدينة بتدعم حركة المشاو السيارات سواء كان في المناطق العامة أو داخل المناطق السكنية مدينة بتدعم شبك النقل الجماعي وفيها خطين للنقل الجماعي موجودين حاليا جوه المدينة بيقدوا وظائف لخدمة العمران مدينة خدمية مركز خدمي إقليمي على مستوى إقليم الدلتا لما نبص هنلاقي في داخل طبعا احنا عندنا جامعتين على حدود مدينة المنصورة الجديدة ولكن داخل المنصورة الجديدة في أربع جامعات جامعة المنصورة الجديدة والمنصورة الدولية والمنصورة الأهلية وجامعة المنصورة التكنولوجية دي خدمات إقليمية بتقدمها المدينة الجديدة لسكان الدلتا فيها مدرية أمن الدأهلية موجودة في المنصورة الجديدة فيها مبنى الخدمات الحكومية كل الخدمات الحكومية الغير متمركزة في أماكن مناسبة محمول حسابها في هذا المكان توجهات سيد الرئيس إن زي ما احنا عملنا العاصمة الإدارية في القاهرة كل المشروعات بتاعتنا الجديدة هتوفر نفس النموذج تحسين الأداء الوظيفي في الأقاليم اللي هي فيها وهنشوف مبنى مجمع الخدمات الحكومية ومبنى التحكم التريبل سي اللي بيدير المدينة الزكية هذه جامعة المنشورة مبنى مجمع الخدمات على مستوى محافظة الاهلية ومستوى الدلتا مدينة دعمة لاستخدام المياه عندنا محطة تحلية مياه جوفية بساعة 1000 متر مكعب يوم عندنا محطة تحلية مياه بحر بطاقة 1600 متر مكعب يوم ودي أول محطة تحلية مياه بحر في الدلتا وإعادة استخدام مياه الرأي عندنا محطة معالجة ثلاثية عندنا اتنين شغالين واحدة بطاقة 1000 وعندنا واحدة تاني بطاقة 1000 لحين اكتمال مراحل النمو دي محطة التحلية وهنا برضو احنا بنركز على المستوى اللي بتقدم به هذه المرافق بتقدم على أعلى مستوى وأعلى قدر بين الإدارة والتشغيل والصيانة القياسية مش الصيانة المطلوبة عشان نحافظ على الموارد ده ده مدينة زكية اللي فوق ده ده أعمدة الكهرباء الزكية اللي موجودة اللي عليها كل شبكات المراقبة والاتصال وأجهزة تشغيل الرأي الزكي احنا الرأي هنا في مدينة المنصورة بيتحسس حجم الرطوبة في التربة وبيشتغل على أساسه مش بيشتغل بطعمه وده مركز التحكم في الرقمي في المدينة المدينة زي ما قلنا بتتكيف مع المتغيرات المناخية الأعمال حماية الكورنيش مرتفع متر ثم الطريق الكورنيش مرتفع متر لأنه هما الاتنين بيمثلوا خط دفاع ضد ارتفاع منصوب مياه البحر أو أي تغيرات المناخية وده أدبيات الأمم المتحدة بتقول إن دي مدينة ريزيليونس وده شكل من الأشكال اللي ما بيحسش إن احنا عامل صناعي للحماية هو معمول من أحد مفردات التخطيط اسمحولي نتكلم على المرحلة الأولى لا معلش يا دكتور عاصم ارجع لو سمحت أنا بس بسم الله الرحمن الرحيم أنا مش هعلق كتير على كلامك يا دكتور عاصم لكن على نقطتين بس أنت ذكرت هنا أنا في محط التحلية مئة وستين ألف متر مية في اليوم مش كده وكلمت على حماية الشواطئ أنا هنا بس عايز أقول للناس إنه لما بنيجي نعمل كدولة بيبقى فيه تصور شامل للمسار اللي إحنا شغالين عليه يعني هو يمكن كتير يتصور للفكرة ما عليش يعني الدكتور عاصم قال كلام مهم قوي الفرق من التعمير والعمران مش كده فلكن عايز أقول لكم إقوة وتفتكروا إنها مدينة شكلها حلوة يعني لكن إحنا أي ما هو كده يعني اللي ممكن يتفرج علينا يا دكتور عاصم بالوقتي يتصور اللي هي مدينة شكلها حلو وده مش غلط بالمناسبة لكن أنا عايز أفهم الناس اللي بيسمعونا إن إحنا عملنا موضوعات على بعضها الموضوعات دي تحقق كتير من المطالب اللي الدولة بتحتاجها منها على سبيل المثال حماية الشواطئ كان عندنا لحماية الشواطئ ده مصرين مصر إن إحنا نعمل حاجز مية مش كده يا دكتور عاصم ونعمله ويكلف ملايين برضو وقد يكون يكلف أكتر من كده أو إن إحنا نعمل حاجة تحقق إننا حقق مجموعة من الأهداف بإجراء واحد مش كده هو ده اللي أنا اللي دكتور عاصم يقول لك عملنا شقدر ارتفاعه متر ثم عملنا طريق ارتفاعه متر تاني ثم عشان في النهاية إذا كانت الشواطئ المصرية وخاصة الدلتة معرضة نتيجة انخفاض منسبة عن المعدلات المحتملة اللي حتحصل خلال الخمسين سنة الجاية هنقول كلام طيب مش كده يا دكتور مصطفى فإحنا متوقعين متر أو مترين طيب إحنا كان عندنا نقدر نعمل على امتداد مثلا متين تلتمائة كيلو حواجز تكلفنا عشرات ويمكن مئات المليارات من الجنهات أو الدولارات عشان نحمي شواطئنا اللي هم ورامينها الناس بتوعنا اللي موجودين في الدلتة وموجودين كده هذه واحد لا احنا عملنا فكرة تانية احنا عملنا ده بس بطريقة تانية هذه واحد اثنين الدكتور عاصم كان مهم ان يقول لنا برضو ان محطة التحلية اللي موجودة دي هي ضمن خطة الدولة لبناء محطات تحلية على المدن المطلة على البحر المتوسط والأحمر بحيث ان احنا في النهاية نبقى المية بتاعت النيل تكون لداخل الجمهورية وتقابل النمو السكان المحتمل خلال الخمسين سنة الجاين لان احنا بنقول ان احنا حاليا ما لدينا من مياه على عدد سكاننا اقل من خمسمائة متر مكعب مية في اليوم اذا في السنة فانا انا محتاج ان انا اقابل النمو المحتمل في طلب على المية بالنمو اللي حيحصل في السكان فكانت المسار هنجيب مية منين هنجيب مية للنمو السكاني منين فكانت الفكرة ان احنا بنعمل وانا بقولي الكلام ده الكلام اللي احنا بنقوله ده واللي بقوله دكتور عاصم ده خطة دولة خطة خبرة وعلمة مش يعني اوقع حد يزعل مني يعني مش حقود رجلي على رجلي اقول كلمتين في موضوع يا جماعة يا دولة يعني من خيرة العلماء سواء في الجامعة او في الوزارات المعنية هي اللي حط تتصور ده وبالمناسبة التصور ده مش مش وليد النهاردة دكتور مصطفى يعني مش كده ولا لازم تقوله كده يا دكتور عاصم العين فيها مية وخمسين الف متر مكعب مياه في اليوم مش كده ولا صحيح والجلالة فيها مية وخمسين الف متر مكعب مياه في اليوم المدن الجديدة كلها احنا حطين فيها محطات طحلية كلفتنا كتير عشان نبتدي ما هو احنا بس عايز اقول لكم احنا بنقولنا اللي احنا اللقاءة لزي كده فرصة لنحنا نتكلم مع نفسنا ومع اهلنا اللي موجودين مش بس في الاهلية والمنصورة لا في كل الدولة عشان تبقوا عارفين اللي احنا بنعمله بنعمله ليه يعني هي مش مش زيادة فلوس معنا يا دكتور عاصم صحيح لا دي امور مش حول ملحة دي حتمية لازم نعمل كده ولو ما عملاش كده يبقى احنا اثرنا في حق الحاضر والمستقبل ولا يا دكتور مصطفى اه فانتوا وانا عايز اقول لكم انتم كمجلس وزراء محتاجين تتكلموا على الاقل كل مرة فيها مجلس وزراء في موضوع من الموضوعات دي عشان نشكل حالة فاهمة حقيقية انت بدأت المحاضرة او بدأت التقديم بتاعك دكتور عاصم بمصر من ثمانين مئة سنة الدلتا مش كده مدن الدلتا مدن الدلتا قلت دي المنصورة يعني بتحصر ده يعني مش كده لكن عايز اقول لكم ده كان ايه برضو عشان ده مهم وبقول ده عشان كل اللي بيسمعون ايه لما بنقول لكم ان النمو السكاني حياكل البلد دي احنا ما بنخوفكمش وبنقول الكلام ده لكل المؤسسات اللي موجودة في الدولة بيما فيها المؤسسات الدينية بيما فيها ايه مؤسسات الدينية هل يرضي ربنا ان اللي احنا كنا فيه من مئة سنة مش كده دكتور عاصم اول لوحة اول لوحة يرضي ربنا ان احنا كنا من مئة سنة نبقى كده وبعد ما الدنيا كلها تقدمت زي ما احنا نبقى كده باللي احنا فيه دلوقتي انا جاي وشايف كل خلي 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 اهي لا 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 من فضلك ايوة دي يعني هل ده اللي كان يكون موجود مثلا من تمانين مئة سنة فين في المنصورة يعني يعني اقصد اقول هات المنصورة لابلينة لا اهو مش هيدي برده ولا انا مش ويفيه المنصورة من مئة سنة واذا المنصورة دلوقتي لا هات المنصورة الجدي بقى واللي تحت دي المنصورة هه ده تنتا ده المنصورة دي شربين يقول لك احنا دكتور الرئيس يعني ما يصعبش علينا يا دكتور عصر لا صحيح ما يصعبش علينا ان احنا نبقى من ده من مئة سنة نبقى اللي انتم شايفينه بعد كده دلوقتي طيب نرجع بقى لنقطة مهمة انا عايز اقولها اللي هو فين حالة الدولة فين ايه فين حالة الدولة ده حتى لو كان عمران يعني لكن ده غياب للدولة غياب ايه دكتور دولة مش حضرة دولة ايه غير حضرة هاته اللي بعدها بقى اللي بعدها خالص هاته دي ايه دي دولة مش موجودة دولة ايه ويبقى يتصور ان يا جماعة احنا محتاجين نعرف كويس قوي ليه احنا بقىنا كده عشان ما تتهمش الدولة وتقول الدولة اه فين لا ده احنا كلنا مع بعض دي بلدنا ونخلي بلدنا منها وزي ما دكتور عاصم بيقوله اذا كان حيبقى نصيب الفرد يقراته نص طب ما هو ايام محمد علي كان نصيب الفرد على الاقل لفدان انا بقول كلام ما اقول فدان يعني لو كنا اربعة مليون ساعتها والاكتر اربعة مليون كان عندنا اكتر من اربعة مليون فدان مزروعين يبقى كل فدان يقدر يسرف على فحالة الغنى اتحولت لحالة ايه دكتور عاصم فقر انا يعني عوز عوز وانت تقول طب البلد سيبانة ليه البلد سيبانة ليه وانا بيش باتكلم النهاردة النهاردة يوم جميل قوي النهاردة يوم ايه جميل بس احنا مش عيب ان احنا وانحنا بنتكلم على ايامنا الجميلة ان احنا نذكر بعضنا بالان احنا بنتكلم فيه ده وبقولي الكلام ده المؤسسات الدولة كلها سواء كان وزارة الصحة او منظمات المجتمع المدني او المؤسسات الدينية يا جماعة يا جماعة بصوا كده ده يرضي ربنا طيب في حد ورا مني يعني متدين هي دي الأمة اللي كالشامة دي الأمة اللي كالشامة عارفين التعبير ده ايه ده حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة شامة شام يعني ايه علامة الأمة دي علامة في الكلام في السلوك في القيم في القدرة شامة في كل حاجة شاطرين في كل حاجة بارزين مش كده هو ده كده طب هل المطلوب أنا بس يمكن عشان بس ما حدش يقول ان الموضوع اسقاط على دين فاهمنا لدينا لا لا ما أقصدش بس عايز أقول انما كنتش مؤسسات الدولة بالكامل تبقى معنا مش معنا احنا مش معاي انا مش مع دكتور مصطفى مش مع الوزارة لان احنا مش زي ما قولنا قبل كده احنا مش نصين احنا مش في جنب ده احنا واحد مش كده يا دكتور عصر ده امصيبا لوحد تصورت ان انا انا جنب الناحية التانية وانت هنا احنا مع بعض كلنا ودي بلدنا كلنا بعض وعلينا فيها زي بعض وبقول لكم تاني الكلام اللي قاله الدكتور عاصم لو نزل الجهاز المركزي للتعبئة والاحصد وشاف حجم المباني اللي معمولة انا كلامت ده الموضوع ده كرمت فيها قبل كده وقلت يا جماعة امشوا على الدائرة وشوفوا العمرات اللي موجودة يا دكتور عاصم ده مش معقول يكون حد عايش فيها يعني 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 مش معقول يعني فانت شوفوا حجم المباني اللي موجودة ده اكبر من الطلب اللي موجود في السوق وانا خلت نسر اصرحت عادت فيها موالي فيها دور ولا اتنين سكنين والباقي مسكنش وكتير معمول كده ده الكلمة قيمة زائفة اللي حضرتك حطيتها ده ده تعبير حقيقي احساس بالغنى الزائف انك انت عندك عمارة عشرة دوار تمانها اتنين ثلاثة مليون جنيه مش كده هو ده الفكرة صحيح لا والله مش حقيق انت كان الفائل لما اخذت لو كنت باني على اراطين الاراطين دول لو كنت شغلتهم وحفظت عليهم كنت حاجي لك عوائد حقيقية اكتر من اللي انت مستنيه انه هو انك تعيش مع وهم ان انا عندي مباني كده طبعا جوة الكتلة السكانية ده اللي هي زي في الشمال اه في ناس كتير جدا بتبني عشان خاطر ابنائها يعني اللي موجودين عايزين يعيشون معهم خلاصة الكلام اللي انا عايزة اقوله هنا ايه اللي احنا بنعمله بالمدن ديت هي عبارة عن هي مش مش شكل لا لعبارة عن مجموعة اهداف بتتحقق ويمكن الدكتور عاصم بيقول لكم ان اللي هو المنطقة الخلفية والخلفية اللي انا اقصدها عشان بس محدش يتصور ان لان احنا قلنا ان لا اعتداء على الاراضي الزراعية في الظاهير للمدينة ديت مش كده دكتور عاصم لكن احنا نتكلم في بين الطريق والترعة والترعة في منطقة لوجستية انا عايزة انا عايزة اقوله دي منطقة عشان نوجد عمل للناس تاني باقول لكم لو فضل نمونا السكاني بالطريقة ديت محدش هيقدر يحل المسألة ولا انا ما حدش هيقدر وخلاص ارده بقى ما تقولوش ايه يعني انا ما افتكر ش حد هيقدر يعمل اكتر من اللي احنا بنعمله والله ما حد هيقدر يعمل اكتر من اللي احنا بنعمله الا شوف انا احلوك على حاجة البلاد اللي زيحلتنا دي عايزة ثلاث حاجات واحدة من ثلاث حاجات يا اما صبر وعمل صبر وعمل يعني صبر وشغل بس وده ما صار نشوف نتايجه بعد سنين طويلة مش احنا ولا يا دكتور مصطفى مش احنا مش انا عشان سني يعني لكن الشباب الصغير والممكن اسمعوا كلامي بس اسمعوا كلامي او ده مصار مصار التاني ان احنا نسيب البلد دي يعني تضيع بقى ما فيش فايدة لان هو في الاخر هو قلتلكوا الحكاية دي مرة واثنين وعشر هو حجم اموال طاقة دولة الطاقة دي يقد الدولة يكبر منها يقل منها ان كانت اقل منها يبقى دايما الاحساس بالعوز والقلة هو حيبقى جوانا ده لو كانت اقل لو قدها حيبقى الناس حسب شيء من الرعا لو اكتر حيبقى الاحساس بالرضا اكتر فاحنا بنتكلم على بنقول يا ترى بالنمو السكاني بتاعنا ده على الموارد المتاحة عندنا الموارد المتاحة عندنا هل احنا في الاقل ولا في العام ولا في الفوق انا بقول لكم عشان ما اخبش عليكم في الاقل حد يقولي يا الله يعني في الاقل تم تعمل انت بتعمله ده واحد يقولي كده يعني انت بنام انت بتقول اقل خلينا بقى نوعد في العشش مش كده يا دكتور مصطفى لا يا جماعة لا لا مش كده هذه المساري التاني المساري التالت ان ربنا جيب لنا موارد مش مش في الحزبان ومحدش يخطط لبلده كده يقول لكين منستنين لما يجي لنا يعني ربنا يوفقنا ويبعث لنا حاجة ناخد يعني يعني نورس يعني نورس يعني نورس تدعو تصدقوا بالله انت بتزلموا الدعا والله العظيم بتزلموا الدعا دعا من غير عمل ربنا بيعملش كده تعمل وتقول يا رب يوم ربنا يوفقك لكن تدعي بس اقفر الكتاب تقول السنة واعد صلي وصوم ودعي وهد التسعين لا يمكن ربنا ما قالش كده عشان كده بقول بتزلموا الدعا بتزلموا العلاقة مع الله تقول أنا عندي حجيب وربنا يرزقني ويبقى عندك خمس أولاد أو ستة وتقول أنا ربنا هيرزقني محدش هينام من غير عشاء صحيح لكن انت طلعت إنسان ما كنتش بصير على نفسك ما كنتش حسيب على ظروفك وبالتالي أنا طاولت عليك طاولت عليك يا عصر لا يا فندي لا بالعكس على كل حال على كل حال أنا قصد أقول كان اللي إحنا بنعمله ده هو يعني يعني أنا اسمع كتير يقول لك إيه أنتو تعملوا شبكة الطرق لإيه إيه إيه كباري ديت طب دون أناكل مهانة لو ما عملتش كده أنا حظلم جيل ده والقادم والله لو ما كانتش البلد يتعاد والخطة الاستراتيجية بتاعتها اللي اتعملت من قبلنا ما يجي وقبل اللي قبل مني ما ييجي يا دكتور مصطفى مش كده يا دكتور عاصم صحيح في النهاية لو ما تعملش يبقى احنا بنضيع البلد دي وبنضيع الناس بنضيع البلد دي ونضيع الناس طب احنا في خير ونعمة ايوه والله العظيم احنا في خير ونعمة والحمد لله رب العالمين طولت عليك بس كان لدينا ان احنا نقول ايه اللهم امين ربنا يا وفاق اسمعوا اوعوا تفتكروا ان ربنا سبحانه وتعالى والجهد اللي احنا بنعمله جهد مخلص وامين ومبدع ومبدع وبمنتهى القوة اللي ربنا بيعننا بيها بنعمل مش انا احنا ايوه احنا هو عد تفتكروا العمل اللي هنا ده واللي بيعمل في الدولة دي كان حد احنا حختم بالكلمة دا كان حد يكلمني من كم حد ايه ده القائم يعني قالوا لنا احنا نخف الاعمال بتاعتنا شوية مش كده يا دكتور مستفى قلت لهم انا كنت جايب دي على الايباد يا دكتور عاصم حجم الشركات العاملة في الدولة المصرية في مشروعات محددة حجم الشركات العاملة في الدولة المصرية في مشروعات محددة للدولة سواء كانت ومش بتكلم على قطاع خاص انا بتكلم على القطاع اللي هو اللي الدولة بتعمله انا بقول لكم مش اقل من اربع خمس ثلاث شركة شغالين يا جماعة فيهم جواهم مش اقل لو قلت متوسط ده فيه شركات فيها سبعين الف عامل لكن انا سقول متوسط الف يعني اربعة خمسة مليون عامل او بنسان بين عامل وبين يعني كل الوظائف خمسة مليون يعني خمسة مليون أسرة فرصة طب انا عملت افلت او قللت قلولي الخمسة مليون أسرة دول انا وصلهم ازاي ولا يا دكتور عاصر صحيح صحيح مش انا انا يعني كدولة الدولة توصل لهم وتديهم يعيشوا ازاي طب اديهم كده تكافل وكرامة وده فكرة برضه ولا اديهم ويابنوا البلد نشتغل نشتغل انا بقولي الكلام ده اللينا كلنا شوفوا اه قوتنا في فهمنا قوتنا ايه في فهمنا وانا لما بخلي زميلي بوقفين هنا ويتكلموا ويشرحوا امور قد تكون بالنسبة للمواطن العادي يعني مش ده محل اهتمامه انا في النهاية عايز اه فلوس في جيبي او الاقي حاجاتي في السوق بسعر كويس بس خلي بالكم ما تفصلوش ده انا اللي بيقوله دكتور عاصم شكرا 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 انا الله شكرا شكرا لما اشارت رhing minha على عدد الشركات اللي شغالة يعني أنا بس هرجع لها هنا في البرزنتيشن وهرجع تاني ليه المكان ما كنا وقفين ما أضافته موضن الجيل الرابع لو سمحت في البرزنتيشن ممكن نرجع له يعني إحنا هنا هلدي بس لمحة صغيرة لما وعاء التنمية اللي إحنا بنتكلم عنه ده وسعناه بإضافة مدن الجيل الرابع أنا عايز أقول إحنا لما حطينا المخطط القومي في عشرين عشرة مخطط مصر عشرين اتنين وخمسين برئاسة دولة الرئيس كان هدفنا الأول هو مضعفة المعمور أنا عايز أقول إن إحنا القرارات الجمهورية الصادرة لمناطق التنمية الجديدة كلها في مصر بتحقق إن إحنا منتشرين في العمل على 14.7 من عشرة من إجمال الجمهورية بنوسع وعاء التنمية عشان أقدر أحط فيه استثمارات إحنا الوعاء الجديد اللي وسعناه ده عملنا فيه 63 شراكة مع مطورين من القطاع الخاص 63 مشروع دول حجم الاستثمارات اللي هم مقدمينها في دراسات الجدوى بتاعتهم تريليون ومئة مليار حصة الدولة فيهم 311 مليار هيوفروا 200 ألف فرصة عمل دائمة ده في التشغيل مش أثناء الإنشاء أثناء الإنشاء والتشييد قد الرقم ده 5-6-7 مرات هيشتغلوا ده تدفقات قطاع خاص استثمارات توسعة وعاء التنمية أضافها لو أنا موسعتش وعاء التنمية اللي أنا اتكلمت عن مفهومه في الأول ما كانش الاستثمارات دي هتتواجد ما كناش هنلاقيه أنا بتكلم على استثمارات القطاع الخاص مش استثمارات الدولة احنا طبعا اشتغلنا عشان نجذب الاستثمارات دي بمبالغ مالية كبيرة جدا ولكن عوائدها زي ما فخمت الرئيس قال العوائد مش مباشرة مشروعات الاستراتيجية احنا بنشبهها بمجموعة من الأواني فوق بعضها كل ما طلعنا للمستوى الاستراتيجي الأعلى العائد بينزل من فوق لتحت لازم يملأ الإناء اللي فوق لغاية ما يحصل أوبرفلو أو ينزل على اللي بعده بياخد وقت عشان يحصل الستوريشن وينزل دي المشروعات ذات البعد الاستراتيجي والمدى الطويل طبعا منهم المدن الجديدة المدن دي ما بتلموش في السنة ولا في عشر ولا في خمستاشر ولا في تلاتين وكل مرحلة من مراحل النمو هي لها احتياجات هي المدن وأنا قلت الكلام ده قبل كده فخامة الرئيس زي الإنسان في أول عشر اتناشر سنة ده طفل أنا بمدله إيدي بالرعاية واصرف عليه وكبره وعلمه إنه بعد عشرين تلاتين سنة هو اللي هيصرف علي وهو اللي هيجيب لي العوائد بس تصرف عليه كويس وعلمه الأول كويس ونظمه طيب هل الدولة استنت لما عوائد التنمية دي تتساقط على فترات زمنية طويلة والمواطن زي ما حضرتك بتقول بيحط ييده على جيبه لا إحنا في باي باس معمول أو مسارات سريعة لتساقط ثمار التنمية على المجتمع زي مشروعات حياة كريمة دي مباشرة للقاعدة العريضة مباشرة ما باستنالوش لما ثمار التنمية تتحقق وياخد قيمته بنعمل مشروعات الإسكان الاجتماعي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خارج إطار حياة كريمة شبكة الطرق والمواصلات لها فوائد عامة وفوائد مباشرة ممكن تأتي مباشرة لتطوير المناطق اللي حواليها أو الفوائد الأكبر اللي بتيجي لما يبقى عندي شبكة طرق قوية معناها أن أنا عندي وسائل للتواصل والتنمية الاقتصادية ما بين مناطق الجمهورية المختلفة ذات الطبقة المختلفة وذات الخصائص الإنتاجية المختلفة كل ده بيحصل فيه من إحنا نبص وندرس الوعاء اللي إحنا بنحط فيه التنمية أنا عايز أقول لحضراتكم أن إحنا كان جايلي من شهر حد من مؤسسة دولية بيتناقش معنا عشان يشوف تجربة المدن الجديدة وإحنا خدناه في جولة كده وديناه لعصنا الإدارية إحنا أول ما طلعنا على طريق سويس في خامة الرئيس الراجل بيقول لي إيه ده بتقول له دي الصحراء هو طبعا في بعض المناطق فيها صحراءات في بلاد العالم بس فيها زرع فيها شجر هو شاف ما شافش غير رمل فبيقول لي فين المياه ما فيش مياه فين الكهرابة ما فيش كهرابة ما فيش أي حاجة قال لي أنتوا والله هي هذا اللفظ قال لي أنتوا كأنكم بتبنوا مدينة في الأمر قلتوا له هو ده اللي بيحصل لأن الوادي الضيق اللي إحنا عايشين فيه ده هي دي المنطقة المعمورة والباقي كله كأننا بنبني في الأمر وبالتالي لما بننتشر في المناطق الجديدة في إطار خطة التحلية اللي حضرتك أشرت إليها إحنا عندنا خطة للتحلية لسنة عشرين اتنين وخمسين حجزين مناطر محطات التحلية ومأخذ المياه من دلوقتي على تسعة مليون متر مكعب يوم في الخطة بنفس في الخطة الخمسية الأولى منهم تلتهم في الخطة الخمسية الأولى لسنة خمسة عشرين سمحولي نرجع تاني للعرض بتاعنا فخامة رئيس إحنا عندنا مبدأ في العمل باسمه الشكل يعكس الوظيفة النقطة اللي حررتك أشرت إليها إحنا ما بنعملش حاجة شكلها حلو إحنا عندنا هدف وظيفي بنحققه ولكن في نفس الوقت بنحققه بشكل كويس يعكس الهدف اللي إحنا بنعمله ويمكن هنشوف في الشرائح القادمة في مراحل الافتتاح أيوة هنا أنا لما قلت إحنا الكورنيش والمدينة دي مقاومة أو بتتواقم مع المتغيرات المناخية اللي إحنا شايفينه في المياه ده اللي إحنا بأجلينه لمرحلة تانية ده خط الدفاع الأول ده بدل حواجز الأمواج اللي إحنا بنعملها في البحر إحنا عايزين نستغلها اقتصاديا مش عشان نبني إحنا بنستغلها اقتصاديا بدل معاملها زي ما فخامة الرئيس قال واتكلفني مليارات وبس تحفظ لي على تآكل الشاطئ ويبقى شكلها مش حلو لا إحنا هنعمل هذه المعالجة البيئية عشان نحقق الهدف ونرجع بعض العوائد من إعادة استغلال الأشكال دي اللي هي تبقى جزر في المياه مبني عليها بعض الأنشطة الاقتصادية اللي ترجع لنا العائد وده هو خط الدفاع القوي خط الدفاع التاني اللي احنا عملناه اللي احنا قشرنا إليه مش من ناحية الشكل ده له وظيفة والشكل ده برضو ليه وظيفة وليه دور بس احنا لأن احنا مواردنا محدودة بنحاول نعمل لتنين في واحد أنا هحقق الهدف من الحماية واسترد بعض العوائد واحصل على شكل جميل يحقق لي طبعا في بعض الناس انتوا بتعملوا زي مش عارف مين لا احنا بنعمل اللي احنا محتاجين له بس نعمل شكتر منه كمان لما نيجي نتكلم على المرحلة الأولى اللي احنا بنفتتاحها النهاردة وتشرف موجود حضراتكم المساحتين الصفر دول دي مساحات غير منمى داخل المرحلة الأولى وهي اللي فيها الأبراج اللي مرسوبة دي بس احنا نتيجة ان ظروف مدينة المنصورة الجديدة ووقوها في إقليم الدلتا ومراحل نمو وتطور العمران هنا مزي العالمين احنا في العالمين ابتدينا بالأبراج مع نمو المدينة لأنها مدينة سياحية ساحلية الطلب موجود على النمط ده من العمران انما احنا هنا الخطة طويلة المدى ان انا اخلى الطلب الأول واخلى الطلب على المجتمع ويجي يسكن ويعيش ويلقي الأنشطة والخدمات لما اعمل ده في المرحلة التانية وهي دي الجزء اللي هيتعمل في المرحلة التانية داخل المرحلة الأولى هنبتدي نشتغل في هذا النشاط فكل مكان بندرس فيه بيبقى وفقا لطبيعة وخصائص المجتمع وتقبله للعمران اللي موجود المرحلة الأولى تكلفتها 24 مليار جنيه احنا عندنا منهم من مساحة المرحلة 225 فدان تم تخصيصهم للقطاع الخاص 200 منهم تم تخصيصهم خلاص مكوناتها المرحلة بتاعتنا ده مشروع جنة 11232 وحدة سكنية زي ما احنا شايفين جودة الحياة بمساحات من 120 إلى 150 المناطق خضراء وحمامات سباحة للأطفال داخل المجمعات السكنية ده مشروع سكن مصر 474 وحدة بإجمالي 1.6 مليار جنيه وحدات من 106 إلى 118 جاهزة للتسليم مجموعة الفيلات 2103 فيلا بإجمالي 3.6 مليار جنيه مساحات من 450 إلى 850 متر مربع فراغات خاصة مشروع سكن كل المصريين الطبع السحيلي ده إسكان اجتماعي 1392 وحدة كل الوحدات عندها نفس مستوى الجودة ونفس الفراغات والمناطق المفتوحة كورنيش بطول 24 من 10 كيلو متر تكلفته 600 مليون أنشطة مختلفة برجلات ومقاعد الجلوس وكافتريات ودورات مياه بأشكال مختلفة ومدينة هتبقى حية حديقة مركزية بطول 42 من 10 كيلو متر حرم الطريق والمنطقة الفصلة استغلناها أنها تبقى حديقة مركزية للمدينة كلها وفيها مجموعة من مسارات المشاوة والدراجات وأماكن الجلوس والكافتريات والمطاعم الجامعة أو المجمع الجامعات في المنصورة فيه أربع جامعات فيه أربع كليات بيشتغل قليلة القانون الدولي بتشتغل كليا ثلاثة كليات الطب الطب الأسنان والصيدلة والهندسة بيشتغلوا جزئيا وفيه تشغيل جزئي لبعض الكليات في بعض مع بباني كليات أخرى وكلية الطب إن شاء الله في التورم التاني هيتم التشغيل لها مركز طبي على أعلى مستوى اتنين مدرسة نموذجية دي المدارس اللي بتبنيها الدولة دي مش مدارس القطاع الخاص دي الخمس خدمات مساجد كلها تبرعات فيه ثلاث كناس واحدة تحت الإنشاء بيقوم بتنفيذها هيئة المجتمعات واثنين جاري أعمال الموقع تنفيذ الطواقف مدرسة دولية بتعمل بقالها سنة دي تاني سنة بتشتغل فيها تمن أسواق تجارية محطات التحلية ومحطة المحولات ومحطة معالجة ثلاثية سيدة الرئيس ده الماضي اللي فقدناه وده الحاضر المادي الزائف ودي قرارات تصحيح المسار اللي حضرتك أخدتها ده اللي احنا كنا فيه وده اللي احنا بقينا فيه وده اللي احنا بنعمله مش رايحله احنا رحنا له خلاص اسمح لي فخامة الرئيس في نهاية حديثي اتوجه بالشكر والعرفان لصاحب البن والعطاية المولى عز وجل اللي وفقنا وساندنا واخدق علينا بواسع نعمه هو صاحب الفضل الاول والاخير كما اتوجه بالشكر لمن تبنى الافكار وطورها واعدها لان زي ما حدك قلت مدينة المنصورة الجديدة القرار بتاعها طلع من 2010 احنا حجر الاساس اغسطس 17 يعني 2010 قبل احنا ما نبقى موجودين احنا كنا موجودين وقبل انا والدكتور مستمر اه طبعا انتم كنتم موجودين اه طبعا انتم كنتم موجودين انا اقصد بالكلمة دي عشان الناس تبقى فاهمة كل الكلام الانتم عملتوه وكان معمول قبل مننا يعني قبل ايه يعني اقل قبل مننا وكان مطلوب انه يتعامل فلما كنت הפرصة بنجري نعمله لكن اللي قبل مننا كانوا عايزين بيحلموا كده وخططوا لده هم مش موجودين معنا هم مش موجودين معنا لكن هم خططوا وفكروا وكانوا عايزين يعمله الظروف حالة ويا رب ما يعنى ونقدر نعمل ونعمل ونعمل طيب يعني عشان كده فاندم اسمحلي ان انا اوجه كل الشكر لمن تبنى الافكار وطورها واعاد توجيهها ومهد الطريق وصخر الامكانيات وعبأ الجهود وحفز الهمم لانجاز هذه المهام كل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشكر موصول الى دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان السابق الذي وضع اللبنى الاولى لهذه الاعمال واعطى لها من الجهد والعرق واخيرا الشكر لزملاء العاملين والمنسوبين لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرية وكافة الوزارات والهيئات التي ساعدت في اخراج هذا العمل بالشكل الذي تحقق على الارض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة